نبدأ بما ان الاتنين في السام يبقى انا عندي الكل بتاعي فمعنى كده في دايما فهي كلمة بينهم اللي هي النقطة بيه. يعني هي لازم تكون في طيب اللي بعده. طيب نحط الكود. يعني هي اما على ايه? ما هي لازم في بس لو انت واخد بلك اللي اتنين ايه? اد بعض. فلو الاي اد الاي استحالة دي دي بقي كل دي. يعني مسلا لو كانت ايه فالمسافة دي اسمها دي وان. ودي كلها اسمها دي فدول استحالة كلهم يكونوا ده اللي كان بيقول ما يفيش لازم يكونوا في وابسط في رقم تلاتة فين نحط الكود يلا هي اما ايه اما سي هتاكل انهم مش قد بعض اللي همش قد بعض عشرة امبير وتمانية امبير يبقى هي جنب الواير الضعيف اللي هي تعمل السي نمبر فور نحط الكود عشان هما في السم هي ما بينهم هي ايه بي جنب الضعيف اللي هي بي نمبر فايف عايز برضو النقطة تعال نحط الاول الاتجاهات المغنية في الوقت ده ماشي ناحية اليمين زي ما انت شايف فتحت بيعمل اين وفوق بيعمل اوت طيب والويرا الاحمر اللي هو لنازل له اهو كده لو شايل ايه اه لو طالع يمينه اين شمال اوت يبقى لو نازل شماله اين ويمينه اوت انا عايز منطقة سبتراكشن منطقة فيها اكس وضط يبقى الاجابة يا اما بي يا اما دي من اللي جنب الضعيف من اللي اقرب للضعيف والله النقطة بي تبعد عن مسافة دي كلها انما دي تبعد عن الحتة دي بس يبعد من اقرب دي للاجابة دي هنا بيقول لي انا عايز اه اعمل ريارانجينج للمجنون فلاكس دين ستي بي وان وبي تو بي سري عايزي راتبهم نحط الكود الاول اللي اتنين في يبقى نيجاتف يبقى اعلى نقطة عندي فورشور هي نقطة رقم اتنين بي تو ليه لانها في منطقة اديشن حعمل بي وان وبي اه حعمل البي اللي جاي من الواير الاي والواير اللي اتنين اي من السين كده والسين كده وعملهم بلص فدي اكيد اعلى نقطة فانعايز ان بي تو اعلى حاجة يبقى اللي اجابة دي غلط والاجابة دي غلط يبقى اكيد ده عليت احتمالية ان احلي صح خمسين في الماء طيب اه مين اقوى بي وان ولا بي سري بي وان جنب الاقوى خلاص يبقى دي الاقوى اكيد يبقى بي وان اقوى من بي سري اللي جابة بي. نمبر سيفن بيقول لي اه اتنين دي واحد امبير واتتين اتوتال فلوكس اف زيرو ات بوينت ام. عايز ام دي تكون نيوترل بوينت. مبدئيا تايما هات الدياريكشن هو اخلاص منه. عشان يسعى لك الاختيارات. كون ام دي او كون ام دي ده معنا انها في منطقة يبقى اكيد ده نيجاتيف يبقى اكيد ده بوزوتف. فبقى ده معنا ان هما في يبقى لجابة يبقى اب غلط واب غلط. لان ام بره. فبره دي يعني منطقة يبقى هما اكيد في وبعده كان نطبق القانون اي وان او طبعا بقى نسميها عشان هي يسمعها كده اي اكس على دي اكس اكوال اي واي على دي واي. اي اكس بواحد امبير دي اكس المسافة من الواير اكس للنقطة ام هي مسافة دي. اي واي عايزين نعرفه? دي واي المسافة من الواير واي لحد النقطة. طب ازا كان الجزئية دي بس. باتنين دي. والجزئية دي بس بدي. يبقى كلها تلاتة دي. اي اشتبت دي مع الدي. هاته الاي واي في ناحية الوحدها. يبقى اي واي اكوال كام? تلاتة امبير. يبقى تلاتة امبير داون. نمبر ايت. دولت دولت داخلين جوه الورقة. اند اه اند كاري كارنت. اه فلو انتو زا بيج. عايز نيوترل بوينت فيه. طيب ما بدايا دول سلكين. اين واين يعني الاتنين سام دايركشن. فالكون بتاعنا positive negative positive. فهي اكيد ما بينهم. ما بينهم جنب ضعيف. ما بينهم ايه? جنب ضعيفة. فهي او تسايد زم غلط. واو تسايد زم غلط. لا هي ما بينهم. طب في ان الضعيف الاربعة امبيري. انا اتوقع انها تكون هنا كده مسلا. اوكي? فهي تبعد مسافة تمانية عن ام ولا اربعة وعشرين عن ام? لا طبعا تمانية عن ام. من غير محسب. طب انا مستر لا انا عايز اشتغل بقلونة اعوض. يبقى اي ام على دي ام اكوال اي ان على دي المسافة اللي بينهم او اكس زي ما كنا كنا بقى في المنزمة اكس المسافة اللي بينهم ماينس دي ام. ونبدأ نعوض. اربعة على دي ام اكوال. اتناشر على سيرتي تو ماينس دي ام. مستر هو انت اللي ما حولتش مش هحولها هخليها بالسانتي علشان الانصر يطلع لي بالسانتي وريح دماغي. وتعمل هنا بقى شفت صد. يبقى اربعة على الف اكس. الف اكوال اتناشر على سيرتي تو ماينس الف اكس شفت صد اكوال. تمانية. يبقى تمانية سنتيميتر بس طبعا انا حلتها من تغير معاوض لان مش محتاج ده لان عرفتني ان اكيد ما بينهم فانا اصلا طيارتي اجبت من الاربعة فانا كده خمسين في المية هجاب صح يبقى يا اي 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 اي. طب انا مذاكر نظري ان هي جنب الضعيف جنب الوائر الاضعف يبقى ازن تبعد مسافة تمانية سنتي او الاربعة عشرين سنتي عن وائر ام اكيد تبعد مسافة ده الصغيرة لان هو الاضعف. مش عارف اعوض في القلون عادي جدا نفيش مشكلة. نمبر نين نزاوزة فيجر كزا. يبقى انا عندي وائر وعندي مجنيد كفيلد خارجي. اللي هو الاكسات الكتيرة اللي انت شايف هو الدماء دي. عايز مكاني. طيب اول حاجة لازم تحديدها خلع ده اقولنا. فالوائر الكهرباء في طلعة. يبقى يمينه ايه? يمينه اين? وش ماله? اوت. فين منطقة? والله هنا اكس في اكس. فانت هنا هتعمل. للاكسترنل والواير. ده ما ينفعنيش. طب والشمال هتعمل لان انت عندك الواير اوت والفيلد فكده الاتنين عكس بعض يبقى احتمالية وجود في الجنب الشمال. يعني النقطة ايه النقطة? بي. طيب في منكم بيعمل ايه? بيقول لي اه احنا كنا مستر بنقول ان هي جنب ضعيف. فاللي جيبا بيه على طول. كتير ايه شفتها كتير منكم بيقول كده. فكلام ده يا شباب لما يكوننا عندي سلكين يعني زي المسألة اللي فاتت مسلا او او بلاش دي مسلا او اللي قبلها دي او دي اي 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 كان المسألة ان انت عندك سلكين. جنب الضعيف. تمام? سواء كنا نسمي. انما ده واحد فانا عايزة حد يعني من الاخر كده مفيش حاجة تمنع ان النقطة ايه تبقى والنقطة بي تبقى ده مفيش حاجة تمنع. على حسب الكهرباء اللي ماشية والمسافة والمجنوني فيه فانت رازم تحسبها. مش تقولي الارب وخلاص. لأ الكلام ده لما يكونوا سلكين. فهنا اعمل ايه? انا متأكد ان النقطة اللي انا عايزها هي يعني اكيد عندها البي واير بي ايكوال البي البي اكستامل. طيب البي واير بكام? اي على دي. الاي بعشرة امبير. الديستنس ما عارفهاش. معرفش. انا معرفش المسافة كام. لان انا لسه عايزة حدد النقطة. فانا هشوف المسافة هدهاني. وقس هاته هشوف اني نقطة على نفس المسافة ويتبقى هيد الاجابة. فانا هحسب المسافة. ايكوال تو تايم تين طور نيجيتف فايف. هيطلع معك. الانسر اه او بوينت وون سنتيميتر اه او بوينت وون ميتر سوري. او بوينت وون ميتر يعني عشرة سنتيميتر. ان هي نقطة تبعد عشرة سنتيميتر عن الوير النقطة بي. خلاص يبقى بيه الاجابة. اوكي? بس بحسب. يعني مش ايه مش من برة كده او اوكي خلاص سيارة اجابي. لأ. في نفس السؤال ده عايز اسألك اه سؤال شوف انت هجابني عليه ازاي? وكتير منكم بيغوط فيه. انا عايز في السؤال ده. عايز اكتر نقطة عندها اعلى مجنيتك فيلد. واقف الفيديو دي افكر فيها. واقف الفيديو دي افكر فيها. طيب. طبعا في كتير منكم دي. اللجابة دي يا مصدر. طب دي ليه يعمل حاج? اه ابعد واحدة وخلاص. اه. طالما بيه اقرب نقطة كده يبقى ابعد نقطة ناحية تانية بيعكس وخلاص يعني? لأ. اهلا نقطة هنا طبعا عندها مجنيتك فيلد هي بوينت. اه بوينت سي. ليه? لان بوينت سي دي. في منطقة اللي هي منطقة. يعني انا عايز اعلى نقطة. فالاجابة يا سي دي. متفقين? يا سي دي عشان هما الاتنين في منطقة ان الاتنين مجنيتك فيلد يتقابلوا. فهنعملهم بلاس. طب انهي اقرب للواير النقطة سي. انه كل ما تقرب كل ما بتزيد. طيب هنا عندي في المسألة دي فور ويرز عند الكورنرز لسكوير. المربع كده. والمسافات كلها هيكوة زي ما انت شايف. اربع سلوك. عايز انهي رسمة النقطة ام عندها نيوترل بوينت. انهي رسمة النقطة ام عندها نيوترل بوينت. اه اسهل طريقة. طيب هالسؤال ده. اسهل طريقة. انه انت تكون مذاكر. انه لما بيكون في سلكين في السيم دايريكشن اللي تنطلعين مسلا. تعال نرسمها. مساحة كده ونرسمها. لما بيكون عندي سلك طالع. وسلك طالع. الكود بوستف نيجاتف بوستف. فلما يكون السلكين في السيم دايريكشن فنيوترل بتكون ما بينهم. فانا عايز النقطة ام تبقى نيوترل. يبقى عايز السلكين اللي هي ما بينهم يبقوا في السيم دايريكشن. تمام سلكين يبقى اربعة. كل اتنين قدام بعض. هتبينهم مسألة الوحدة. يعني هاخد دول لوحده. ودول لوحده. هل هم في السيم دايريكشن? والله يا مستر او دول في السيم دايريكشن. طب هل دول كمان في السيم دايريكشن? لا. يبقى ده غلط. يبقى انا عايز. رسمة. كل اتنين قصات بعض. سيم دايريكشن. عشان النقطة اللي هي بينهم تبقى نيوترلل بوينت. فيلغوا بعض. فهم? هنا اوت واوت. اه. طب ودول. لا. اين واوت. دي. اين واوت. بس دي. اين واوت. لا ما ينفعش. انا عايز اهي. اين اين. يبقى دي نيوترل بوينت ولا. طب دي. اوت اوت يبقى دي اكيد نيوترل بوينت يبقى دي. انا عايز. طبعا ممكن نحاول نحلها بترية تانية اصعب كتير مش عايزة اروح لها لانك كده كده انا متأكد انك مش هتفهمها مني. فمعتمد قوي على الديريكشنز انا مش عايزك تضايق في الامتحان انا عايزك تبقى دايما شايف الطريق الاسرع والاسهل. واستخدامك للنظري ما تفكش سل النظري. وانا حاطت في النظري كده مش اه يعني انت في الملزمة اخد بالك لازم تحل الاربع سئلة دول اه وممكن تقرأ لانا هيفرق جدا هنا معك. فالاربع حاجات دول مهمين اوي اوي اوي. انك لازم تحلهم زي زي ايه? زي المسائل. طب انت مش بتحلهم لي معنا? عمشان هما ما تجاوبين عندك في الموضة الانسر. يعني مش محتاج ان انا ما هو مكتوب ومشارح لك. عندك مشكلة بعطلة. انهم اللي تشوزوا مع ان المحلولة لان انا بطلع احلها لك شانا واريك انا بفكر فيها ازاي. نرجع نمبر اصبحت اربعة. كلمة يعني اصبحت كزا. اصبحت اربعة. معلش يعني زادت ب اربعة امبير. يبقى زادت بقت كزا. طيب يبقى تتحركت مسافة عشر سنتي عايز المسافة اللي بينه. طبعا شفنا السؤال ده في الشرح واحللنا بعض وقالنا بنحله ازاي? بنتعامل على الجيفن الاولاني بقى نتعامل على الجيفن الجديد. يلا بينا. الجيفن القديم ان اربعة على دي وان اقوال اي تو على دي تو. يبقى اربعة على دي ماي نس ايه? المسافة دي. لو المسافة دي ايه? المسافة دي كلها دي. يبقى المسافة دي دي ماي نس ايه? فهكتب اربعة دي ماي نس اي ايكول وان على اي. كورس مانتبليكيشن زريف كده. يبقى دي ماي نس اي ايكول اربعة اي يبقى دي ايكول خمسة اي. اركان ها دلوقتي. او ممكن ارسمها لك تاني حسن عشان انت شايف معي. ارسمي تانين من الاول بقى الله. ان الكارنت زاد لكم? زاد لكم زاد? بقى هو كمان اربعة امبير. فالنقطة تحركت عشرة سنتيمتر. يبقى المسافة دي. النقطة ايكس ايه? بقت المسافة دي اي بلس عشرة سنتيمتر. ودي كلها اسمها دي. طب يبقى المسافة دي اسمها ايه? لبقى الحمر دي. تعال نزوم اينا شنشوفها كده. المسافة دي كده اسمها ايه? دي مينس الكلام ده. يبقى دي. دي مينس اي مينس تن. ونبدأ نطبق نفس القانون تاني. يبقى اربعة على دي مينس ايه مينس تن ايكول. فور على ايه بلس تن. كورس منتبليكيشن. يلا. فور دي مينس فور اي مينس فور تي ايكول فور اي بلس فور تي. ارقام في ناحية والقيهات في ناحية. فور دي. اه مينس ايت اي لان دي هتروح الناحية دي بالمينس. مينس فور اي مينس فور اي مينس ايت اي. والنجد في فور تي تروح الناحية التنية بالبلس بلس فور تي با اي تي. طب احنا لسه عارفين ان الدي الدي بكام? ده خمسة ايه? عوضلي بها هنا. يبقى اربعة في خمسة بعشرين. عشرين ايه مينس تمانية ايه ايكول تمانين. يبقى الاتناشر ايه ايكول تمانين. يعني الاي ايكول عشرين على التراتاشر. يعني دي ايكول كام? خمسة في عشرين على التراتاشر. على ما اتذكر يعني كانت نحسبها عشان انا مش فاكر. خمسة في عشرين على التراتاشر. الاول تمانين على الاتناشر نتأكد اه عشرين على التراتاشر عشرين على التلاتة. سوري اه تحاولة طبعا. عشرين على التلاتة بعدش. عشرين على التلاتة. خمسة في عشرين على التلاتة. يبقى بيبقى تجابة دي. يبقى نطبع مرة. وبنطلع بعلاقة ما بين اي ودي. وبعد كده ننقل النقطة زي ما هو قال. فالفكرة كلها في التسمية دي بس. بس. دي المسألة بصراحة. رقم اتناشر بيقول لي ازا عندك تلاتة دخلين او خارجين من الصفحة. كل واحد شايل فيهم كلا زي ما انت شايف. عايز عند النقطة اكس. طيب لو احنا جينا كده بصينا. هنلاقي ان عندي السلكين دول دوت ودوت على نفس شايلين نفس يعني على بعد نفس المسافة من النقطة اكس. اللي هي خمسة سنتي خمسة سنتي. يبقى ايزا النقطة اكس بالنسبة لهم هما الاتنين. لان الاتنين في السيم فالكود هيبقى يبقى ما بينهم. طيب ده الاتنين في المجنيتيود عشرة امبار وعشرة امبار يبقى نقطة اكس دي بالنسبة لهم يعني عايز تقول لي يا مستر عايز اقولك انه السلكين دول ولكنهم اصلا موجودين. ولكنك شايفهم. لغوا بعض. لغوا بعض ليه? عشان نقوم هيبقى والنقطة اكس في بالنسبة لهم فهي بالنسبة لهم فما انت ما عندكش غرواير واحد اللي هو الواير ده وتحسب بتاعته بتاعته يبقى بتاعته كام? على دي والدي او بوينت وان. شوف هيت لها معك كام? والانسر تدعى معي ايتي مايكرو ايتي مايكرو اللي هي ايتي مايكرو تسلا هي هي برضو هي هي. طيب انا مش يعني لأ ما كنتش هاخد بالي من الحاجات دي. لأ تاخد بالك. تاخد بالك لانده اللي بيوفر عليك وقت في الامتحان. لازم اناكز في الكلام ده. في النظري. تبقى لازم تبقى ايك شايف الحاجات دي. طيب لو انا ما عرفتش اعمل كده وخلاص كده اداني يعني مش شايف خلص. هتبقى بقى حضرتك تمشيها خطوة خطوة. دلوقتي اللي هو ده. عند النقطة دي هو قوت. تبقى بيعمل ايه? افتكر بقى لما كانت الواير بيبقى طالع من الورقة بيعمل لنا ايه? كده 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 كده. مفيش حل بقى يتعملها بايدك هتحفظها. مفيهاش. يمينه. فوقه. شمال. شماله. تحت. تحت. يمين. لازم تحفظها. يا امي طالف تعملها بايدك كده. اوكي? طيب. عندك مشكلة فيها برضو. ارجع تاني. شوف اشرحتها ازاي. كده انا خلاص عرفت اتجاه الكارنت الاولين اللي بالاحمر. انا رسمت ده بالاحمر. عشان نفرق بيهم كده. حمزك التاني باللازرع مسلا اللي هو ده. يلا. النقطة تحتيه. تحتيه بقى رايحة يمين. تمام? طيب. ده مختلف بقى شنيبان. باللغة دهر مسلا. الوارد الاخير ده. طالع فوقيه يعني ايه? شمال. طب ما الاتنين اهو قدامك اهو? على نفس الايه? اللاين. فهيكنسله بعض. يبقى البي اكس. بيقص عليك تلاتة. تلاتة. اتنين مايناص بعض. فهيتيروا مع بعض. ويبقى لك اللحمر. اللي انا حسابته برضو اللي هو على دي. في الاخر هيكنسله بعض. اختار التغيلات هيا باك. بيقول لي ازا في شون زي ما انت شايف طبعا. بيقول لي طبعا هاتلي الطلبات اللي هو عايزها دي. ويقيمت الاين? او بتوين زي. طب ما بدايا كون ان دي فالاتنين عكس بعض. يعني المجمولية يفيدة معكس بعض. الاوليني اللي هو 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 ماشي يبقى بيعمل اين? يبقى انا عايز بتاعي عشان يلغوا بعض. وعشان يعمل اوت. وعشان يعمل اوت. لازم انكاربه تبقى طبعا. فاكيد الاجابة ابود. طيب الناس اللي ما بتحبش تستخدم امبير يعني اللي بنتاز اي فرصة انها ما تطبعش امبير فاز لك بقى يلا هنعمل فاز لك بص. الاي كمل معا كده بص بص نازل 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 يبقى لازم التاني يبقى طالع. يعني اللي اتنين كده ايه? عكس بعض. اوكي? بتنفع? بتنفع? كل مرة او كل مرة. اه اش طب ممكن تفكر بيها. بس برضو يعني في هتلجأ تاني الامبير لما فرر. فتضرب عليها من دلوقتي. تضرب عليها مرة واتنين وتلات عندك مشكلة بعض المسطن عندي مشكلة مش بعض اطبقها. هقول لها عملي اه اه. على يوتيوب. تصرف. ده يزم تحاول تصرف انك تفهمها. وتقدر انك تطبعها. لما فر من زلك. طيب اعايز مني يا سيدي انا عايز طب يلا بينا. انا كده كده عارف ان البي وير لازم تكون البي كويل. البي وير ميو. اي وير اللي هي اسمها ايه? اي وان. هو بقى يعني مفروض اسمه اي وان. سيدي مش مكتوبة. سيدي هي يعني. مهم يعني على دي. خد بلق بقى ان الديستنس هي هي الريديس. لان الواي اللي هنة تنجنت. احكتب هنا ار. ايقل ميو. لان بوان عشان ده اي تو. اي اي الاسم اي تو? اسم اي تو. وقال ان هو رينج. رينج. يعني خاتم. الخاتم لف واحد. على اتنين ار. بس كده. قادر عامل ايه? ها? مع الميو. هكانسل التو مع التو. هكانسل الار مع الار. ابقى حضرتك اي وان على باي. ايقل اي تو. طب انا عايز اي وان على اي تو. اي وان على اي تو. يعني باي. خلاص ايب الاجابة. باي ابورد. فكرة المسألة. الفعلية انه وترامل يبقى المسافة هي هي الريديس. اهو. هتة دي الريديس مع المسافة. احنا تفكر مكتولك ان الديستنس في هي تو باي دي. ايقل ميو اي. على تو باي دي. كنت اقولك الدي من الوير للنقطة. فالوير دلوقتي تنجينت للسيركل. فالديستنس هنا هي هي الريديس. عشان كده عوضت عامها بريديس. عشان اكانسلهم مع بعض. طب انت واحد يعني ما كنت شايف ده. وما متكاتبها دي. قابلني بقى. قابلني لو ما اتقلت حالت. لان انت كده اضفت قلون في المسألة. ما ما تعرفش تطياره. ولا تخلص منه. رقم اربعتاشر. النقطة كيو ايقل زيرو. يعني. انهي من الاتي ده صح. طيب النقطة كيو بزيرو. طب هي النقطة كيو دي بيأثر عليها كم مجنيتك فيلد. مفكر كده في التلت الاول من شابتر تو. اتفكر كده المسألة فيها كم مجنيتك فيلد. في ساتهم ايه. قدامي فيها ثلاثة اوائر. يبقى عندي ثلاثة مجنيتك فيلد. امسك معي السلك الاولاني اللي انا هلوانه بالحمر. بيعمل هنا اكيد اين? بايدك. هتطبق امبير او هتحفظها. كده انت هو طالع يمينه اين وشمال اوت. فالنقطة كيو على يمينه. يبقى بيعمل اين? امسك السلك اللي ازرق. اللي هو السلك التاني. كده بطالع يبقى يمينه اين وشمال اوت. فالنقطة على شماله يبقى بيعمل اوت هنا. امسك السلك التالت. اللي هو داخدر او اين وشمال عشان كربه طالعه فالنقطة اين وشمال اوت. والنقطة كيو على شماله يبقى بيعمل اوت. ايه ده بقى? لقيت ان فيه اتنين اوت واحد اين? فاكيد ايكوال لبعض. يبقى بي تو بلس بي سري. لان بي ون بيعمل اين? و بي تو بيعمل اوت و بي سري بيعمل اوت. فاللي شبه بعض خدتهم في ناحية. واللي عكسهم الناحية التانية. وجوينهم ايكوال. فوق القانون ميو اي وان على تو باي دي وان. المسافة من السلك الاولاني للنقطة هي مسافة دي. قدامك ايه? مسافة دي. طيب. الوير التاني ميو اي تو ديفايد تو باي دي تو المسافة من السلك التاني للنقطة هي دي برضو اللي هي دي. لونطة كيو اللي هي دي. خلاص ماشي. نكمل. وير ثلاثة ميو اي ثلاثة على تو باي دي ثلاثة. من الوير التالت لحد النقطة كيو. مسافة كم ما هي دي دي ودي دي يبقى اتنين دي. فهكتب اتنين دي. وايجي اشطب اللين فهيتشطب مع بعضه. اللي هو مين? كلها فهطير الميوم مع الميوم مع الميوم. والتو باي مع التو باي مع التو باي. والديستنس مع الدستنس مع التبقى ايه. طيب هل دا معناه? غلط. هل دا معناه ان? برضو غلط. عندي ايه? طيب انت مش شايف ان الاجابة طبعا بي? لان اي ون اي مات تقول ان اي تو بنس اي سري دا اكيد اكبر من اي ون? لان اي تو زائد نص اي سري بس هو اي سري تبعا هيبقى اكبر من اي ون. طب انا مش مش فاهم يعني خلص حط ارقام من دماغك. تعال انحط الاي او اي رقم. اقبط اي رقم من دماغك. من زيرو للخمسة. من واحد لخمسة. تلاتة مثل. واي تلاتة اتنين. عوض كده في دي. يبقى الاي اون بيساوي كامل? تلاتة زائد اتنين على اتنين يعني كامل? يعني اربعة. يبقى اي plaus نص اي سري يعني اي ايربعة. طب لو انا يعني هل اي اللي هو باربعة اصغر ولا اكبر ولا من الاي اتنين زائد اي تلاتة ما هو اي اتنين زائد اي تلاتة على بعد الكم بخمسة? سبحان الله من اكبر? الاخمسة. اللي هي الاية تنين زائد اي تلاتة. فاكيد اية اي بقية تلاتة اكبر من رقم خمسطراشر دخلنا بقى في الجزء بتاع الفورس بيقول لي ازا ثلاثة نفس بنفس عامين عنده كان فيه كان فيه مهم قوي ان عشان يبقى عندك كان لازم يبقى كان لازم يبقى ده ويبقى ده لازم يقطعه بعض كده يعمله مع مع بعض اه امسك معي السلك الاولاني امسك معي السلك الاولاني كده ادي الواير اهو مش عارف تباينه لأ اهو اعتقد باين يعني ده الواير اهو ده داخل جوه الورقة فاللي اتنم مع بعض ايه ها ناينتي مش كده فده عنده اكيد اكيد يا طب معلش يمسك معيها تلاتة انا هفوت اتنين دلوقتي يمسك معيها رقم تلاتة ادي الواير بتاعنا والمجنيتك فيلد رايح عليها اهو يقول كده مع بعض ايه يبقى ده برضو ماكس انا هتعامل لكني طالب غبي في الامتحان انا طالب غبي في الامتحان لقيت انه تنفع ولاقيت تنفع فاكيد الاجابة ده لو انا يعني ايه غبي طيب اثبتلي يا مستر بقى مستر كان فيه في الاخيارات ساعتها بقى لما افرد بص بقى واير رقم اتنين يا مستر واير رقم اتنين ده ميل عامل سيتا فاكر في الشرح وكنت بقولك ايه كنت بقولك ماشي ميل يا عامل بس لازم يقاميل مع مين مع المجنيتك فيلد لازم كان يبقى الواير بتاعنا نكتبها فين دي هنا كده لازم الواير بتاعي ده المجنيتك فيلد اهو ده تجاهل بي اه لازم الواير يبقى ميل مع المجنيتك فيلد ومش ميل مع حاجة تعنيها طب ايه المشكلة يعني يا مستر الواير يا سيدي ميل اهو قدامك ميل اهو داخل عليه لعليش هما دول لو انت بس طلعا كده هما دول برضو ايه دول برضو ايه مش حتى لو الواير ميل مش برضو عاملين انجل تسعين دول لو مش تسعين تسعين حتى لو اهو كان جاي من هنا ايه بقى نفس الكلام اوكي فههه برضو اعيز تتخيلها صح بقى اه هات اه هات اه 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 الم هات الم وحط الالم دي كوراستك مسلا دي كوراستك اشتو داي كشكل بتاعك خلاص هات الم دلوقتي الم جاف عادي جدا وحطه ميل كده يلد وانا معيك يلا اهو. حط الالم ميل كده. ميل على الصدور كده. وهات الام تاني خليه يعني ينزل على الالم ده. ايه ده مستوى اهو? ده واحد ميل كده. وده نزل فوق ايه? طب حبيبي اخوه هيبقى عامل معك عام برضو. عام تسعين. الالم بقى ميل مع حاله مليش دعوة. ميل مع اكسز من الاكسزات اللي مليش دعوة. يبقى لجابة برضو ماكسمن. يبقى دايما لما بتكلم على انه يعمل سيتا. سيتا مش مع اي حاجة كده. سيتا مع المجنيت كفيد. وهنا مفيش اي انجل اه مفيش يعني اه سيتا اه اقل من تسعين. لا كلهم تسعين. كلهم فكلهم ماكسمن. اللي بعده. انزا اه اه مستطيل محطوط في مجنيت كفيد زي ما احنا شايفين. السيجمنت اللي اسمه اي بي. الفورس اللي عالسيجمنت اي بي. والفورس اللي عالسيجمنت بي سي. مورزان وان لزان وان ايكوال وان. طيب تعالى نشوف كده. والله هما كلهم عدي فيه بنفس الكهرباء. لان الاي حضرتك بتمشي كده اهي. خد دخل كده. ماشي كده. 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 فبالنسبة ال اي بي. على ال بي سي. والله هي قانون بي اي ال بي اي. اللينس بتاع اي بي. ال. واللي قانون انها برضو بي نفس ال بي نفس ال اي. واللنس بتاع بي سي. اتنين ال. طيار لل بي مع ال بي. والل مع ال ال. تلاقي عليك نص. يا سبحان الله. النص دي اكبر من الواحد ولا ازعى من الواحد ولا ايكوال واحد ولا ما نعرفش نحدد طبعا لزنون. نمبر سيفنتين. انزو ازا تيجرى ستريت واير. معاك الكارنت. كزا. وعايزين الفورس بير يونت لنس. عايزي ال اف. ال اف ايكوال بي اي ال ال بي تو تايم تنت باور نيجد فايف. ال اي بعشرة امبير. اللنس يعني نصر ما هو قل يونت لنس يعني بان سياتك عتعوض. هتلاقي الانصر في الاختيارات وطبعا ده غلط. ليه? غلط ليه? علشان انت مهتمتش بالرسمة. الرسمة رسملك الواير داخل جوه الورقة. داخل جوه الورقة. والمجنيدك خارج من الورقة. طب بزمتك. دول ايه دول مع بعض? دول ايه كده? واحد نازل واحد طالع. دول كده ايه? مع بعض. واحنا كنا بنقول شرط ان الفورس تبقى موجودة اصلا. لازم الورقة يبقى نورمل. جبقى الاجابة مفيش اي فورس. وجدت في الفين وتسعتاشر بس اه حاجة زيها في شابتر سري. ان هو برضو ادي له الارقام ومش عارف ايه? وفي الاخر كان قاله ايه? في النص كده. والناس شافت ارقام مسكتك تك 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 تك. طبعا لها الانصر في الاختراض وايه? من درجتين ولا درجة مش فاكر? على سؤال تقفى. فلا اسمحت افتامي بالرسمة. الرسمة فيها انفورميشن. هو مش اسمها لك كده عياءة. تمنتاشر. معانا اللينس بتاعه. معانا النمبر افتين سبعته. معانا بتاعه. وفي تمانية سنتيمتر. سؤال جميل قوي. سؤال اه لان مواتمت على اللي احنا للمرة بقينها. حصة الاولى والتالتة. لأ التانية والتالتة. بص ازيدي. اديس الانوي ده اهو. لأ بلا اشار سمولك كده. سمولك احسن بالشكل اللي هو ايه? اه على ايرن رد. عشان تعرف تحدد اتجاه المجنيتك فيلد. يلا. هفترض مسلا من دماغي من دماغي ان الكهرباء طلعها. طلعها يعني المجنيتك فيلد ماشي ازاي? ها ماشي شمال? طلعها يبقى ماشي شمال. يعني خطوط المجنيتك فيلد رايحة لي شمال كده. رايحة شمال. ده اتجاه المجنيتك فيلد. وطبعا اه هنا النورس وهنا الساوس وكل الكلام الجميل ده. قال لي حط الواير ازاي? حط الواير يعني حط الواير جوه هنا كده. قرب كده معي? هحط الواير فين? هحط الواير هنا كده. وماشي جواك اهرباء. هو الواير محطوط كده. والمجنيتك فيلد بتاع الكويل مرضو رايح كده. طب اللي اتنين ايه? يبقى بزيرو. نفس فكرة السؤال اللي قبليه بس جابيحلك بقى من دي الرسمة. فلازم تتخيل انت بقى. هنا بيقول لي الواير عنده اف. اه وزنه اف يبقى هو في حاجة بتشده لتحت اسمها الجرافتي اللي هي ماس في الجرافتي اللي هي ايكوال اف. هو قلقنا اسمها اف. خلاص? ولما الكارنت ماشي جواه بقى عليه مجنيتك فورس باتنين اف. طب يا ترى بكام اجمعهم ولا ما ينصهم ولا بيثاجرس ولا ايه بالضبط? وطبعا كله في الاختيارات على حساب الدياركشن. كده كده الويت الوزن دايما لتحت. دايما. دايما الويت عندي لتحت. تعال نحدد اتجاه المجنيتك فورس يلا مع بعض. يدك الشمال. المجنيتك فيلد خارج من الورقة يبقى بيشاور على حضرتك. المجنيتك فيلد بيشاور على حضرتك. اوكي. الكارنت انت شايفه ازاي? الكارنت ماشي يمين. صح? يبقى يعني بشاور. نصمر في ماكني كده. بشاور. خلاص? وافرد ايه? وافرد حليقها لتحت. يبقى عندي كمان اتنين اف لتحت. خلاص يبقى الاجمالي كام. طرح ما دول في اجمعهم عادي جدا يبقى الاجابة تلاتة اف. رقم عشرين. جميل قوي السؤال اللي اخد بالك منه حلو قوي. وآآ جي زيه برضو السنة اللي فاتت. عشرين اتنين وعشرين. زي ما اتنا شايفين. وفي دي بس والت معلاش. مش موجودة يا شباب. ايه بس. اه. عايز على اتجاهها ايه? بص ازيدي. فاكرة ما كنت بقولك ما فيش بتقصر بنفسه. كل واير بتقصر بالواير اللي جنبيه. طب بالنسبة الواير بي. المجنيديك فيلد اللي عليه جاي من جاي من السلك ايه? تعال نحدد موال السلك ايه? السلك ايه الكهربا نزلة. المجنيديك فيلد هنا اكسات. وهنا ايه? دوتس. وهكزا بقى هنا في دوتس كتير يعني. مشتها? خلاص والكهربا مش ازاي هو ايه لك? يلا طبق معي. طبق معي المنج? في المنجلفت. المجنيديك فيلد خارج. يعني رايح عليك. ما هي اف اف بي اي. البي عليك انت. طالع من الصفحة. طالع من الورق. خلاص? والاي فين? والاي يولد في الفين? برضو لتحت. اه انا بحل لها كأن كأن ان انت الورق قدامك اوكي? كان الورق قدامك كده. كان الورق قدامك كده. فالبي عليك والاي هناك يا الافل ايه? يا الافل تاعك. طب انت انا عايز احلها مستر والا والورقة والديم ايه كده في الامتحان. البي خارجة من الورقة. طلعها في وش كده. اكي? فحشاول للسقف. ده يشاول للسقف اهو. البي اللي فوق. خلاص? والاي فين? والاي? يمين. فحاليا الاف ايه? علينا. علينا على الورقة دي يعني ايه? يعني التحت. خلاص? ايه ده? اه. نيبقى الف ايه? ده بيتزقل تحت. السؤال بقى جميل او? هنا في نفس السؤال. والله هتبقى صحيح لو دوقته. تبقى يعني. ايه بقى اتجاه الفورس على واير ايه? ولا هو اصلا ما فيش فورس على واير ايه? الواير بي هو اللي بيعمل المفروض انه يقصر على واير ايه? انا قلنا كل يسألكه بيقصر على التاني. بس الواير بي بيعمل مجميلة كفيلد هنا اين? وهنا اوت. شو كده ولا ايه? هل المجميلة كفيلد ده? واقع على الواير ايه? لمس الواير ايه? لا. طب لا يا مستر لانه هو بيعمل مجميلة كفيلد يعني اخره هنا كده. دي حدوده. اللي هي حدود الواير. فاهمت? ده الواير. فحيعمل مجميلة في المنطقة دي والمنطقة دي. بطول الواير. فاهمني? فلما انا فوقي. او تحتيي? مفيش اي مجميلة كفيلدها يقرب مني. يبقى يسجل عندك ان واير ايه? is not affected by force. واحدة عشرين. عبقى طول. باكتب القانون بتاع اكتبهم بس بعضها عن بعض كده عشان ما يقول لي زود كزا قلل كزا اكتب على طول. طيب. اه زي. يبقى حط هنا اتنين وحط هنا اتنين. في السلكين يبقى اخط كل واحد. حتحط اتنين. والمسافة بينهم هاف. السؤال ده حلنقى بكده في الشرح. اتنين في اتنين على نص بتمانية خلاص. اتنين في اتنين على نص بكام بتمانية. اه اه لو و بيبقى الفرسة عاصلها. نفس الكلام. اي واحد اتنين. طب ما هو اتنين على الاتنين. يبقى زي ما ايه? تلاتة وعشرين. ده جميل جدا. ده اجمل سؤالة تحط في الحتة دي. في الجزء اللي عايق في الاول كانت الاولانية اكوال نيو. واون فا اتو وهما اللي اتنين ايوال يبقى اي سكوار. فقل sailingol. ما هو اي وان ولاي و هو ابعلككنهم اتوال. خلاص? زادت مرتين. عمّرات من معين. عشان ارزل محافز على الاف زي ما هي. كل كارنت اعمل في ايه? بص يا زيدي. الاولانية انا عايز هيكور الاف التانية. صح? ما هي هي? طب الاولانية بكام? بس الحالة الاولى يعني. تعلمني? الحالة الاولى ما هو. اي في اي بقى اي? وقال لك؟ داي بقى كتب باتنين دي. يلا. شاطة بالميو مع الميو والل مع الل توباي دي ادقى حضرتك ايه اي سكوير الحالة الاولى الحالة الاولى مش قصدي اي وان لا اي الحالة الاولى اي الحالة التانية سكوير خلاص حودي اتول ناحية التانية اوديها هنا واشيالها من هنا يبقى الحالة التانية لما عمل بقى روت للناحيتين ها يبقى الحالة التانية اي الحالة التانية بيسوي روت اتنين الحالة الاولى. يبقى لازم يبقى روت اتنين. يبقى كل واحد منهم يبقى روت اتنين. طيب انا يعني طريقة دي مش يعني لأ ماس نستر وحال الاولى وحال التانية وبتاع. بص يا زيدي. حالك بطريقة يعني ممكن انت بقى انا شايفها اصعب. انا شايفها اصعب بس انا ممكن انت اعجبك. طبعا انت بتحب الفهلوة والفزلكة. فحنكتب القانون عادي جدا. يلا. اي ون فا اي تو. على اتنين باي دي. وهو قال لك ان الاي اي 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 اي. خلاص? فانا هشيل اه بقى لاش شيء عام من شيء خليه. خليه. خليه انت ما فيش خلق ماشي. خليه. تنزلت مرتين. انا عايز احط رقم هنا. اضربه في نفسه. يديني اتنين. عشان اللي اتنين. تكنسل اللي اتنين. فهم? مش هو فيه اتنين. مش فيه دابل. حصل تحت. مش فيه تو زهرت تحت. فانا عايز تو تزهر بفوق. عشان يكنسله بعض واكيدني ما عملتش حاجة. كام في نفسه باتنين. من الاختيارات كده لو انت يعني ما اربعة في اربعة ستاشر. اتنين في اتنين باربعة. طبعا. روت اتنين في روت اتنين باتنين. قصر. يبقى اللي جابه روت اتنين في روت اتنين. يبقى كل واحد فيهم. يقل روت اتنين. يعني يقنته تبقى روت اتنين. يقل لي يبقى روت اتنين اي. طبعا. يبقى انا هكتب هنا روت او. وهكتب هنا روت او. عشان تبقى روت او في روت او باتنين. واتنين تلغي اللي اتنين اللي تحت. انا في رأي ده اصعب. اه السؤال اللي بعده اعايز الفرس للا واير تو. طيب. الواير تو اكيد البي الاولانية في الاي التانية في الاي التانية. بس هو قال لك خلاص شي لاللنس. شي لاللنس يا عمي. اه هيتحرك ازاي? والله ده طرع وده نازل يبقى اكيد في بينهم يبقى ده بيتحرك ناحية اليمين. بيبعد عنه. وده بتحرك ناحية الشمال. في بين بعض. يبقى بتاع يبقى الاجابة دي غلط ودي غلط. طيب اغار عن ايه? خلاص? اولا اللي هيزهر النص في معجين نص منين يا. طيب. خمسة وعشرين. ازا هو واير ايه? افكت واير بي باي اتراكشن فورس. اتراكشن يبقى اسم على طول. اتراكشن يبقى هما اللي تنشاه بعض. يبقى انت كمان او ازاي? يبقى اللي جابها يا بشرى. هي بيا دي. طب الفورس دي بتسوي كام? اربعة تايمتين بونكتفور. هاتلي قيمة الاي. خلاص. بسيطة خلاص. انا عارف ان الاف. ايكول ميو اي وان اي تو ال دي باي دي. الراجل مشكور انا نميديك الفورس اللي ما بينهم. بفور تايمتين باور نيجاتف فور. الميو ادها لك. فور باي تايمتين باور نيجاتف سبن. الاولاني باربعين بينه العشرين. والكارنت التاني عايز اعرفه. قال لي باريونت لانس يبقى الالب وان. على تو باي دي. اللي هي تن سنتيمتر. خلاص يلا شايفت وحسب لي. هيطلع معك بتن امبير. يبقى الاجابة بي. سؤال ستة وعشرين دي غلطة دي. فبيقول لي يبقى الكوندكتور اللي هو السلك المربع فيه كهربا والسلك المستقيم ده فيه كهربا. فبيقول لي ازا كويل او زا لوب الواير افكتل باي تورك ولا اه 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 ولا اي انا لسه ما شرحتش تورك تورك ده هيبقى الحسك جاي ان شاء الله. فالسؤال ده ما كانه غلط لما السؤال ده كانوا يقفوا دي اقف الواجب اللي جاي. اه بس فورناوي يعني هجاوب لك سريعا. لأ ما فيش تورك خلاص. التورك ده اللي هو الدوران هنا هيلف هيلف كده. هيلف كده ولا هيلف كده. ربما مش هيلف اصلا. هنشرح بقى المرة الجاية. معلش المكان السؤال ده موجود غلط. اه بس تعالى نتشوف اه حنجابه ازاي بالفورس. ده اتي الواير اكس معي. الواير اي سي. والواير بتاعنا اللي هو الاسود. اللي هو الكيو بي. اللي اتنين في السم ده يا ريكشن في بينهم اتراكشن. فده بيتزقي شمال. طب والواير اللي اخضر بي دي الكهربا في نزلة. فالكهربا اللي هي بي كيو طلع. وبي دي نزلة. في بينهم فبي كيو بيتزقي مين? بيتزقي كده. طب مين بقى اللي يكسب? يبقى الكل كله يتزقي مين? ولا يتزقي شمال? يبقى انا عندي كشكول كده هو. بيتزقي من هنا النحية دي. وبيتزقي من هنا النحية دي. يتزقي في ناحية. في ناحية الاقوى. والتلك مين الاقوى? الاقرب. مين الاقرب? دول. قريبين لبعض. يبقى ازا يكسب. وزي السؤالة شنا في الشرح? اللي هو الآخر سؤالة في الشرح. اللي هو يعني. اللي هو بارت اخر الفيديو خالص يوحيته وتفرق بتاني. يبقى الاجابة ان هو طبعا موف توورد الواير. السؤال هنا برضو بيقول لي زي المسافة عندي بتنم متر. اللينس عندي بتنم متر. يا لس بسيطة خالص. الاف ايكول بي اي ال. متعودين ان احنا آآ نجيب السلوب ونأكله بالاي بالقانون. يبقى الاف على الاف على اي اسف. ببل بي ال. يلا الاسلوب بكام? هم? حناك تبقى احتيحسن. ناخد مسلا اربعة وعشرين على ستة. يبقى اربعة وعشرين. كم دي? سوري اه. على ستة. في اتنين. يبقى من هنا اه رفع سبيل بي اكول اه طب عندي مشكلة مصطرة في الاسلوب ومش عارف ايه وبتاع خلاص يعمل حج اعود في القانون زي ما هو. هتاخد الاف بتو بوينت فور. البي عايز اعرفها. الاي بسيطة باكم? ستة. واللينس باتنين. شفت سولف هات البي.